من القاهرة ينضم إلينا يسري البدري رئيس قسم الحوادث بصحيفة المصري اليوم بداية سيد يسري هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث وحجم الإصابات؟ حتى هذه اللحظة حصيلة مبدئية نتحدث عن 17 مصاب في هذا التفجير التفجير وفقاً للمعمل الجنائي الذي انتهى من العمل قبل ساعات أن هذه العبوة زرعت أعلى صور في الطريق الدائري أثناء نزول الحافلة ناحية ميدان الرماية الحافلة كانت قادمة من المطار في طريقها إلى أحد الفنادق بمنطقة الهرم هذه العبوة زرعت بحرفية عالية ولكن العبوة عبوة بدائية الصنع وفقاً لتقرير مبدئي لرجال المعمل الجنائي نتحدث عن تلفيات في الحافلة تلفيات كاملة تلفيات في بعض السيارات التي كانت تصادف سيرها في ذلك التوقيت تحديداً الساعة 2 ظهراً لم تسمي أي جهة حتى الآن مسؤوليتها أو تعلم مسؤوليتها عن هذا التفجير ولكن هو تفجير له دلالات كثيرة في توقيت مهم للغاية توقيت بعد 48 ساعة أو أكثر بقليل من افتتاحات لمشروعات عملاقة وشبكة طرق تربط الشمال بالشرق وأيضاً لمشروعات تكتمل داخل الدولة المصرية كان يجب عن هؤلاء العناصر أو الفصائل أو التنظيمات أن تقول أنها موجودة موجودة أين؟ موجودة في منطقة الهرم نفذت من قبل تفجير قبل ستة أشهر في منطقة قريبة جداً استهدف أيضاً حافلة سياحية تقل سياح فيتنام في منطقة المريوطية واليوم استهدف حافلة سياحية كانت تقل 25 سائحاً من دولة جنوب أفريقيا ولكن المصابين اليوم ليسوا من جنوب أفريقيا فقط ولكن من مصريين أيضاً بينهم طفل تم استدعت حالاته لنقله لمستشفى الشيخ زايد باقي الحالات كلها حالات إصابات بين جروح وخدوش وكدمات ولكنها لم يتم مغادرة المستشفيات حتى هذه اللحظة إذن الحصيلة النهائية لهذا التفجير وهو 17 مصاب بينهم حالة حرجها لطفل استدعت نقله إلى مستشفى الشيخ هو بالفعل تفجير له الكثير من الدلالات في هذا التفجير كما ذكرت لكن ماذا عن التدعيات المتوقعة لمثل هذا التفجير؟ التدعيات كثيرة وجدنا أن هناك تحرك من وزيرة السياحة رانيا المشاط انتقلت لمستشفى الهرم والتقت ببعض المصابين البعض يحاول تضميد الجراح خاصة أننا في مصر بزلنا خطة كبيرة جدا للتنمية في وقت محاربة الإرهاب لو نتكلم على حصيلة مبدئية أو أرقام دايما الأرقام هي اللي بتتكلم لما بنتكلم في 2013-2014 كان عندنا ما يقرب من 400 عمل إرهابي داخل الدولة المصرية آخر 2018 احنا عندنا 17 عمل إرهابي كيرف العمليات الإرهابية بينزل كتير مع ذلك مشروعات تنموية في كل المجالات نجحت الدولة في السيطرة على مفاصل الجماعات الإرهابية في شمال سيناء ومن هذا المنطلق بدأت هذه الجماعات في استخدام الزئاب المنفردة أو ما يسمى الخلايا العنقودية لتنفيذ عمليات بداية الصنع مثل الذي حدث اليوم أعتقد أنه تدعياته كثيرة حتى هذه اللحظة ولكن علينا أن ننتظر تدعيات أكثر ورد بفعل أكثر عندما ينتهي تقرير المعمل الجنائي وأيضا ينتهي الخبراء من تفريغ كافة الكاميرات لتحديد هؤلاء من هؤلاء الأشخاص الذين زرعوا هذه العبوة في ذلك التوقيت إذن من القاهرة يسري البدر الرئيس قسم الحوادث بصحيفة المصري اليوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك